مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تشاهدون هنا اللقطة والإعادة واضحة لضربة جزاء للأهل المصري فضيحة تحكيمية مدوية في هذا المباراة على بعد عشر دقائق من بداية الشوطة الأول الفار يعلن عن ضربة جزاء للأهل المصري الإعادة واضحة هنا اللقطة مشاهدين الكرام هنا التسديد الكرة ضربت في رجل أحد لاعب فريق الرجاء هنا في رجل اللاعب لم تلمس الكرة يد اللاعب بتاتا في هذه اللقطة والإعادة واضحة لكن الحكم لم يعني عن شيء لكن بعد الرجوع إلى تقنية الفار الفار أكد بوجود ضربة جزاء للصالح الأهلي النتيجة الآن شوطة الأول انتهى بهدفين لهدف الحمد لله رجاء سجلت الهدف الأول باش تعطي الفرصة لأن يسور إن شاء الله يتألقوا في المباراة الإيام إن شاء الله هنا في الضار البيضاء إذن اللقطة واضحة والإعادة واضحة لا وجود لضربة جزاء في هذه المباراة كما تشاهدون الكرة ضربت برجل أحد لاعب فريق الرجاء هنا الأهل المصري يسجل الهدف الأول كما تشاهدون إذن اللقطة لا وجود لضربة جزاء والفار غير صائف في هذه اللقطة